اليوم لما نتحدث عن فصل الشتاء أكيد في بعض الأمور لازم ننتبه لها بعض الأشخاص بيهملوا الحديقة بيهملوا النباتات لكن في أمور مهم ننتبه لها مية بالمية شوفي دانا صراحة آه فيه اعتقاد خاطئ أنه نترك الحديقة بالشتاء بس أنا دايماً بقول أنه العناية اللي بنعملها بالشتاء هي اللي بتجيب النتيجة بالصيف والربيع حال فعشان هيك هلأ رح نقسم الأفكار سريعاً إيش بدنا نعمل إحنا في عنا بالحديقة زي ما بتعرفي فاكهة وخضرة وفي عنا الزينة ثلاث أشياء الفاكهة تقلم اللي هي الفاكهة فيه نوعين فيه خلينا نقول دائم الخضرة خلينا نعتبر الزيتون والليمون منهم أو أشجار بلاش فاكهة أشجار في عنا متساقطة وفي عنا دائمة الخضرة المتساقطة اللي هي اللوز والخوخ والدراء والتفاح كلها هاي بيوقع ورائها هلأ هاي تقلم بعد منتصف الشهر الأول يعني خلينا نقول بعد المربعانية بنقدر نقلمها بنقلمها وإذا بدكم نرش مبيد حشري مع زيت شتوي مع مبيد فطري يعني هي خلطة معروفة بنقولها رشة العظم هلأ اللي ما بيرش حشري أو ما بيرش مبيدات بشكل عام بقدر يرش الزيت الشتوي لحاله نيجي لا الزيتون والليمون أو الحمضيات خلينا نقول الزيتون انت زي ما بتعرفي خلص القطاف تقريبا يعني هلأ بالأواخر نعم هلأ بعد القطاف بدنا نقص فيه ناس بقولوا لا ما بصير بدري أنا صراحة أنا بعد تجربة بقص بعدي مباشرة بس ما نتأخر عن نص واحد آخر واحد بعد هيك بصير يمكن فيه دفع لاتثمر فما بدنا أو البراعم المثمرة فما بدنا نأجل نعم الليمون فيه عندنا الشهري وفيه عندنا اللي هلأ هلأ موسم الحمضيات أوكي بعد القطاف للحمضيات برضو بدنا نقلم هلأ لا الزيتون ولا الحمضيات منقلمهم تقليم جائر لكن بدهم تقليم الليمون بعد الحمل التقليم الجائر للزينة أكتر للمتساقط أكتر وللزينة أكتر مية بالمية فإحنا هلأ الشجر عنا خلصناه نيجي للزينة الزينة برضو بعد المربعانية بقص فيه أشياء بدها جائر وفيه أشياء بدها ترتيب نعم ودايما بنقول النبطة حسب انتي كيف ابنك بتربيه انتي وين بدك ياها تروح شو بدك حجمها طبعا الموضوع نسبي لأنه فينا بتات ما منقدر كتير نقص فيها وفينا يعني موضوع حسب نوع الشطلة هلأ عادة بالنسبة للرش بالشتاء منقدر نرش بدنا نرش زيت صيفي أي إشي دائم الخضرة ما بيوقع وراء من زيتون وحمضيات ونباتات زينة دائمة الخضرة زي الغار الفوتينيا هلأ بنسى الواحد لما الفيكاس كلهم هدول دائم الخضرة جنين تبدأ رشها زيت صيفي منقدر نرش بعد برضو القص زيت صيفي لدائم الخضرة لدائم الخضرة أي إشي دائم الخضرة بديو زيت صيفي هلأ ليش الزيت الزيت زيت هلأ الفكرة من الزيت أنه أنا بعد ما أقص بصير في عندي ممكن جرح بالنبتة يعني أنا قصيت ففتحت النبتة عرفتي فتحت فروعها أحدا يداوي الجرح فبدنا نداوي الجرح يعني طبط فبدنا نسكر عليه هذا أولا ثانيا إذا في عندنا أي بيود لحشرات بدنا نغلفها عشان ما تتكاثر فالزيت بمنعها تتنفس وتتكاثر طيب للي مش دائم الخضرة بلازم نفسي الزيت هو زيت لكن هون زيت شتوي للي ما عليه وراء وزيت الصيفي للي عليه وراء زيت الشتوي عبارة عن نفس الاشي هو زيت يعني عارفة لما تشوفيه زيت العادي بس هو يباع طبعا بالمحلات المواد الزراعية تمام هذا بالنسبة للأس كأس بس قبل ما نقص دائما في قاعدة هلأ أس هلأ لسه بدري لأ لسه أصلا يعني عندنا نبتات لسه مفتحة فدايما في قاعدة لما بدي أمسك المقص عشان أقص لازم ذهني يكون حاضر ولازم أكون عارفة بالظبط شو اللي عم بأقصو هلأ في نبتات شو مقصتيها بتطلعوا بتصير أكتر بنفس الوقت يعني أنا مش مع التو بيكس اللي هم التنتين العكس بعض في ناس أي عرق بتقصي بخاف وفي ناس بقص كتير وغلط فإحنا دايما بدنا نكون عارفين إيش اللي عم بنقصه وإيمته وليش عم بنقص تمام تاني إشي العناية بالأرض دايما السماد العضوي أنا مع السماد العضوي بشدة السماد العضوي هو الله يكرمك ويكرم مشاهدينا مخلفات حيوانية نعم علجت كيماويا وحراريا لأنه بيكون فيها بذور أعشاب فإنت إذا بتحطيها بالأرض صفي حتتكاثر وصير عندك عشوب كتير نعم خاصة إذا منحطها عندنا جيل مشكلة أوكي فعشان هيك بدي أروح لمصدر موثوق يكون فعليا عم بيعمل هذا الإجراء صح نعم السماد العضوي مع سماد بطيء الذوبان موجود بالأسواق بأسماء كتيرة لكن هو بنوضع مع السماد العضوي بنكش أرضي هذا الحكي الشهر الجاي نعم شهر 12 ما ضل إشي يعني من شهر 12 لشهر 2 وحسب البرد يعني حتى أول 3 ممكن لكن خلينا نكسب الشتوي نعم السماد العضوي كتير مهم لحتى يحسن خواص تربتي نعم وبالتالي نبتتي بتصير تسحب المواد الغذائية الموجودة بأرضنا أرضنا غنية بالمواد الغذائية حال لكن كي بدي أوصل أني النبتتي أسهل عليها تسحب هاي المواد بإضافة السماد العضوي تمام نتوقع إصابات هلأ أو مشاكل بتكون يعني هلأ بتخف مع البرد بتخف بس إحنا بالعناية برضو بدنا نحاول ما يعني الحشرات نقضي عليها لحتى ما تزيد بالموسم القادم نعم إذن بس نرجع نرجع عن موضوع التقليم موضوع السماد أها والرش قلتي عنه وسألتي عنه نعم في شغلة هلأ مهمة في كتير ناس ببعتولي عن الريحان والسجادة بالذات نعم هلأ في عنا نبتات ما بتتحمل بردنا عرفتي من هاي النبتات السجاد والريحان هذولا ما بعيشوا بره خاصة إذا إجا سقيع يعني إحنا ما بنخاف من شتا من تلج نعم بس إحنا بنخاف من السقيع اللي بيجي بعد هذا الإشي اللي هو التجمد اللي يعني اللي بيضر النبتات نعم وفي هايك حالة بعض النبتات زي السجادة بدي أفوتها جوالبيت أوكي بدي أحطها بمكان شرح مضاء مش وراء أزاز بس إنه مضاء على أساس أحافظ عليها تمام هلأ أنا بعرف إنه أحيانا ما بتعيش السجادة سنة وسنتين بس بشكل عام بدنا نحاول إنه نحافظ عليها هناك نبتات أخرى بتنصحينا إنه نقولها داخلي هلأ شوفي المجنونة من النبتات اللي ما بتتحمل لكن لكن إذا بتلاحظي فيه أحيانا بيزرعوا مجنونة وبتكون كبيرة كل ما كبرت المجنونة وعاشت بيصير في عندها زي هاردنينج بتتحمل جونة نعم لكن أنا إذا زارع المجنونة السنة مثلا بدي أحاول أغطيها تمام وهون أنا جايبة معي اللقماش اللي بنا نغطي فيه بنا نبعد عن النايلون رجاء هذا اللقماش اسمه الجيو تكستايل آكي هذا اللقماش مثقب بيفوت هوا وبيفوت إضاءة شوفي هاي أنا حطيته هيك هاي إيدي مبينة نعم بتعيش النبتة خلف هذا اللقماش بأنجح ما يكون ما عندها مشكلة لكن بيدفي نوعا ما بدي أحاول أربطه على نبتتي بطريقة أسكر من تحت بهاي الطريقة يعني هاي النبتة بدأت تكون فوق ومن تحت بحبل أسكر عليها لحتى ما يفوت فيها ما يفوت عليها البرد أو ما تلتفح لأنه بعض النبتات تكون بالأرض زي المجنونة زي الحلفة دورانتا هذول كتير أصناف بدي أغطيهم إذا أنا مش قادرة أنقلهم شكرا دائما على معلوماتك بالفعل المهمة أمل قيمة رينورتنا أعطيك ألف عافية